من بورت سودان ينضم إلينا موفد الحدث إلى هناك عادل عيدان مرحبا بك عادل هذا التحذير جاء على لسانكم عادل من هذه القوى ونظارات البجاء ما تفاصيل ما يجري والتحذير نعم حسين أهلا بك من دارفور إلى السودان ربما هذه المسارات وإن كان الكل يرفض التهميش ويهدد بورقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يهدد بأنه قد يعود إلى المربع الأول مربع الاختتال كما حدث في دارفور هنا أيضا هذا الحديث لا ينفك أن يحدث ولكن بنمط آخر اليوم كما جاء وذكرت في الخبر أجرينا الحدث أجرت لقاء مع سيد علي أبو آمنة وقال بالحرف الواحد من أن أي تهميش قد يطالهم أو يستبعدهم من التشكيل وحتى الإبقاء على مسار الشرق قد يدفعهم مجددا إلى حق تقرير المصير وبالتالي حمل السلاح لا تدارك الأمر وقال لا يعني الانفصال ولكننا قد نطالب بفيدرالية أو حكم ذاتي للقليم هذه الآراء وإن كان هناك تباينات في المجلس الأعلى لنظرات البجاة والمعمودية ما بين الطرفين سواء الطرف تيريك أو حتى أردوب كان هناك أيضا توافقا حيال مسار الشرق الكل هنا يرفض مسار الشرق باعتبار أن من كان يمثل الشرق في المحادثات والتوقيع على مسار الشرق يعتبرونه أنه غير منتمي إلى هذا المكون أو مكونات الشرق فبالتالي لم يكن التمثيل حقيقيا أثناء التوقيع أيضا كل ما دفع به بالقرارات أو الاتفاقية لم تكن هي مناقشة لجوهر القضية بل هي فقط لحل مشكلة اللاجئين أو النازحين وبالتالي توطين هؤلاء اللاجئين أيضا مشاكل أخرى بعيدة عن ما يتحدثون عنه من تقاسم للسلطة أو مشاركة للسلطة وكذلك تقاسم للثروة طيب عدل يعني عندما تأتي هذه التصريحات من نظرات البيجة هل يعني ذلك بأن أطرافا من مناطق الشرق تتواصل مع المركز وبالتالي هؤلاء يتخوفون من عقد اتفاقية الاتفاقية السابقة قال أهل الشرق بأن من وقعها لا يمثلهم يعني هذا ما يدور بين الناس الآن؟ نعم يعني هم يقولون الطرفي الطرفي مجلس نظرات البيجة كما تعلم المجلس الأول كان محمد الأمين ترك هو من يدير هذا المجلس المجلس الأعلى لنظرات البيجة تم تجميد المجلس ثم جاء إبراهيم أدروب تم انتخابه وبالتالي يقولون جماعة ترك أو المؤيدين لترك أن ذلك لم يحدث بل ذلك كان انقلابا على ترك كيف ينتخب أمينا عاما جديدا للمجلس لنظرات البيجة وهو قد جمده فبالتالي وإن اختلفوا داخليا في الشرق لكنهم متوافقون حيال مسار الشرق من أن هذا المسار لم يناقش جوهر المشاكل التي كانت منذ العام 58 و59 ودعت أيضا إلى 64 وحتى اتفاق أسمر في العام 2006 وما سبقه من أحداث أدت إلى اشتباكات وحمل سلاح بمقاتلة البشير اليوم هذا الاتفاق والفطورة فيه حسين إذا سمحت لي فقط بأقل من دقيقة قد يؤثر حتى على اتفاقية أبو جوبا وبالتالي قد يؤثر على بقية المسارات هم يريدون نسف هذا المسار وإعادة منصة تفاوض من جديد طيب اشتكيت من البرد في أوكرانيا أشبع شمس في السودان يا عادل شكرا جزيلا لك من بورد سودان موفد الحدث عادل عيدان